طب ليه كلمة طيبة صدقة؟ قال لك الكلمة الطيبة صدقة لأنها مطيبة من عند الله وطاب بها قلب العبد عندما تكلم بما يرضي مولاه يا سلام فلما تكلم الكلمة الطيبة إيه اللي حاصل؟ تكلم الكلمة الطيبة بمدد مولاه وعشان كده إيه؟ قول معروف قول معروف هو كلمة طيبة ومغفرة آه إن الواحد يسامح الناس هو دلوقتي بعض الناس يقول ده بس ده عمل سلبي المغفرة ده سامح الناس لا 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 مش عمل سلبي ده عمل إيجابي لأنه غفر لمن زي ما بالضبط أن يحب المرأة لا يحبه إلا الله وأن يغفر للناس لا يغفر للناس إلا لله آه تبقى دي إيه؟ صدقة يبقى تصدق زي واحد عفعا واحد واحد تكلم في عرضه فعفع عنه فجعل عرضه وصدقة يعني يجعل مسامحة أو لما تكلم في عرضه فتصدق عشان كده مش بس كده ده حياتنا كلها أيمة على مفهوم المعروف ده النتيجة اللي احنا وصلنا لنا إن حياتنا كلها قائمة على مفهوم المعروف خصوصا نعلاقه من النقل والمرأة والعشرة وأنا ما أقول لكمش يعني إنتي لو عايزين ترافوا المعروف ده ما أقول لكمش تعالوا نشوف في جلسات الإرشاد الزواجي إزاي الناس بتاعي يشبه بعض ونذلك لما كان المعروف ما بين الرجل والمرأة ليه ما بين الرجل والمرأة لإن الجواز ده هو النموذج الأكمل للعيش معا هو المكان اللي ممكن تلاقي المعروف الحقيقي وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا إني ادرها من منفق على الأهل خير من كل الدراهم خير من كل الدنانير الدينار خير من الدينار اللي ينفقه على الناس لكن حل المشاكل بقى وإصلاح ذات البين ولذلك رسول الله سلم لما تكلم عن إفساد ذات البين وخاصة ما بين الزوجين سماها الحلق قال ليست الذي تحلق الشهر ولكن تحلق الدين وكأن اللي عايز يشوف نفسه هو متدين بجد وهو مؤدب بجد هو بحب ربنا بجد هو راجل مخلص بجد وهو راجل صادق بجد وهو راجل أمين بجد وهو راجل حقيقي ولا لا يعني يدخل في قوله تعالى الرجال المصادق وما عادوا الله عليه يفتح دفتر ويفتح مراية البيت عشان كده ربنا قال وعاشرهن بالمعروف حتى لقدر الله إن في أوقات الانفصال والمشكلات الأسرية ربنا بيوصينا وإيه اللي حاصل ويخلينا إن إحنا بلنا ما ينشغلش إن نفضل برضو عارفين إن العلاقة لازم تكون قيمة على المعروف وحتى لو إحنا بننهيها لازم تكون بقى بمعروف فيمساكن بمعروف أو إن إحنا يحصل التسريح بإحسان يبقى إيه؟ فيمساكن بمعروف يبقى كده على طول أو تسريحهم بإحسان وبرضو نبقى عارفين إن الإمساك بمعروف أو سرحهن بمعروف يبقى عندنا كده يبقى عندنا المعروف موجود طول الوقت يبقى إيه؟ فمسكهن بمعروف أو سرحهن بإيه؟ بمعروف يبقى عندنا يبقى المعروف هو الكلمة الرئيسة في العلاقة الزوجية عشان كده عايز أقول لحضراتكم إن أحد الأهداف المهمة والأشياء المهمة اللي وصنا بها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إنه دايما بيوصينا بالمعروف وشجعنا عليه ويؤمرنا به ولذلك اللي حاصل لما يجي بقى القرآن يعبرنا عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بإيه سيدي يأمرهم بالمعروف إيه دا يعني خلاصة ما سنجد فيه علامة معرفة رسول الله سلم في الكتب السابقة إنه يأمرهم بالمعروف آه وأفكرت كده فاكرين راجل يهودي اللي جاء وأساء الأدب مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم القصة اللي فيها سيدنا رسول الله سلم أتاه لأودي ومسك بتلبيبه وقال قضي لي ديني فإنكم يا بني عبد المطالب قوم مطلق والدرجة إن سيدنا عمر هم من نوع يقتله لأنه بيتعدى على الرسول الله وكان دينه لسه مجاش وقت وفاءه فإنه حصل فرسول الله سألهم عمل إيه قضى له دينه وزاده يعني قداله الدين بتاعه وفاله الدين بتاعه إيه وزوده وقال لي سيدنا عمر وزده لقاء ما فزعته يعني إيه اللي حصل زده لأن أنت خوفته وبعدين لما رح سيدنا عمر ومشي معاه عشان يقضي له الدين قال له رجعني للرسول الله فلما رجع للرسول الله قال له وكاني سيدنا عمر كان متغص جدا أن أنت عايز منعقد لك دينك بس إيه اللي حصل قال لقد رأيت علامات النبوة كلها فيك إلا أنني كنت أريد أن أرى علامة واحدة أنه لا يزيدك الجهل عليك إلا حلم وقد رأيتها فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله